اعترفت قدام العالم كله بحبها لي وقالت انا مش بحبه انا بعشقه وبعدها انهارت على الهوى وما بقاش حد قادر يسكتها تصريحات جريئة وجديدة من الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن الفنان احمد العوضي في اخر ظهور ريهم مع الاعلامية اسعاد يونس في صاحبة السعادة ايه اللي قالته ياسمين وايه السبب طلاقهم وهل هيرجعوا ولا لا كل دو اكتر هنعرفوا مع بعض في الفيديو ده تابعونا بعد نزول برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع صاحبة اسعادة ومن وقتها واسم ياسمين محتل مواقع التواصل الاجتماعي وطالع تريند واللي اتزاعت مبارح خلال الساعات اللي فاتت حصل قلبان على سوشال ميديا بسبب تصريحات الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن طلقها احمد العوضي واللي قالت عنه ما لا كان متوقع لما سألتها اسعاد يونس عن طلقها احمد العوضي وقالت لها انتي قلتي انك بتحبي ايه اللي حصل وقتها انهارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز وقالت انا مش بحبه انا بعشقه انا كنت مفكرة اني حبيت قبل العوضي لكن بعد جوازي من احمد اكتشفت اني عمري ما حبيت قبل كده وان احمد هو اول حب في حياتي وان موضوع انفصلنا ما اثر علي ومش عارفة اتخطاه ودخلت في نوبا من البكاء الشديد على الهوى وحاولت الاعلامية اسعاد يونس تهديها هي وفريق الاعداد وبعدها سألتها الاعلامية اسعاد يونس هو خلاص كده ما بقاش في نصيب وقتها بين الحزن على وش الفنانة ياسمين وقالت هو ربنا بقى وسكتت وبعدها قالت انا عملت عمري ووصليت صلاة استخارة وادعيت ربنا كتير قوي اننا نرجع لبع واكيد اللي ربنا كتبه هيكون لو اراد ان امشي خلاص في السكة دي يبقى اكيد خير وان ما رادش يبقى اكيد خير برضو وكملت وقالت انا عارفة ومتأكدة ان احمد بيحبني زي ما هو عارف اني بحبه لكن النصيب يجمعنا تاني انا دعيت ربنا كتير وصليت استخارة كمان وان شاء الله اللي في الخير يقدمه ربنا وبدأت تحكي وتقول انا من وقت طلاقي من احمد العوضي وانا ما بسمحش لنفسي اشوف اي صور قديمة ليه ابدا لاني بتأثر جدا وبهرب من اي صور كانت بتجمعنا في يوم حتى الافلام والمسلسلات اللي عملناها مع بعض ما بقدرتي اتفرج عليها كل حاجة بتفكرني بي وباني تأثير عليها جدا وعلى صوتها واللي خلى الاعلامية اسعادي ونستقول لها ولما انتي بتحبيه اوي كده انفصلتوا لي او ايه اللي حصل واللي اكتفت ياسمين بجملة النصيب ربنا عايز كده واللي حكت عن تجربتها الصعبة في الخلفة وقالت انا قبل كده كنت بروح اشيل تكيسات علشان احمل وكان نفسي اوي اجيب بيبي من احمد فعملت العملية اكتر من 8 مرات وما فيش اي فايدة لحد ما حصل مشكلة في العملية واقعدت 3 شهور في السرير وقالت انها بتحب ولادها جدا ومهتمة بيهم جدا ولتكلمت لأول مرة عن سبب عدم ظهورهم على سوشل ميديا وقالت انا مكرهاهم في السوشل ميديا وفي الشهرة من وهم عيال وحكت وقالت انا ما بعملش اي حاجة في حياتي غير اني بروح الشغل ومن الشغل على البيت حياتي ما فيهاش غير شغل وبيت ومش عارف اطلع ولا عارف امارس حياتي الطبيعية بالسبب الشهرة واللي اكدت انها قالت لأولادها انهم لو قرروا الظهور على السوشل ميديا او سلكوا طريق الشهرة مش هيعرفوا يعيشوا بشكل طبيعي وانهم هيبقوا محجوبين في معظم مشاورهم ومش حتى هيعرفوا يعيشوا وقالت انهم صاحبة ولادها لدرجة انهم بينسوا انهم امهم في النهاية بقى قلنا ايه رأيك عن تصريحات الفدانة ياسمين عبدالعزيز عن احمد العوضي وانها لست بتحبوه وهل تفتكروا هيرجعوا لبعض ولا لا شاركونا برأيكم في الكومنت